سلطة موازية في سقطرة المتهم بإنشائها وجهاء موالون للإمارات والمتهم هنا السلطة المحلية والهدف وفق مراقبين تنفيذ تمرد ثاني على الشرعية محاربة المحافظ لا تغيره بالأمس غيرت مدير عام الشباب عينوا مستشار معه يعني يعملوا لنا حكومة موازية وهذا الكلام غير منطقي بدأت القصة مع توجيه محافظ سقطرة رمزي محروس بإعادة الموظفين الحكوميين إلى مناصبهم من بينهم موظفو الكهرباء كانت السلطات الإماراتية قد طردتهم في 2016 بتهمة عدم الولاء لها إجراءات المحافظ أثارت حفيظة الموالين للإمارات وشهدت سقطرة تمرد مدير محطة الكهرباء بعد توقيفه وتوقف محطات البنزين عن العمل بالتزامن مع ترويج إشاعات بأن المحافظ هو من يقف وراء أعمال الشغب والتمرد ضد الإمارات يتهم المحافظ قيادة مؤسسة خليفة الإماراتية بدعم سلطة موازية للسلطة المحلية وقال محروس في كلمته أمام وجهاء سقطرة إن تلك الحكومة استخدمت أفراد من جنسيات باكستانية وهندية في أعمال تظل المصلحة العامة وهو ما جعله يمنع دخول غير الخليجيين بدون تأشيرة رسمية خصوصاً بعد ضبط مهندس فلبيني متهم بتعطيل شفرة الكهرباء بعد محاولته الهروب عبر طائرة إماراتية أجل فلبيني وتطفل كهرباء وقالب الكابلاء كلها وفرج تعطل الخدمات العامة ودعم مجموعات مسلحة بهدف نشر الفوضى في أرخبيل سقطرة هي التهمة الجديدة الموجهة لأبو ظبي ويرجع محللون هذا التوجه الإماراتي إلى فشل انقلاب أبو ظبي على الشرعية في مايو الماضي أثناء وجود رئيس الوزراء فيها لا تكمل مشكلة سقطرة مع الإمارات في خدماتها الإنسانية لكن السلطة المحلية لا تريد أي دعم كصدقة يتبعها أذى يقول المحافظ الذي أكد أن أبناء سقطرة جاهزون للتعاون مع أي داعم خارجي لكنهم ليسوا مستعدين لتسليم رقابهم هذه هي حكاية سقطرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر